في أجواء احتفالية جرت مراسم تسلم شركة النفط اليمنية الحكومية منشأة مهمة من منشآتها كانت تحت تصر في إحدى الشركات الخاصة ذات النفوذ المرتبط برئاسة النظام السابق ظلت هذه الشركة تكافح وتناضل وتتابع ليل نهار هذه القضية منذ عام 2013 وهو العام الذي يصارف انتهاء عقد هذه المشأة هذه المشأة بالنسبة للشركة ستمثل إضافة اقتصادية نوعية وسنقوم مستقبلا ان شاء الله بترميمها وإعدادها منشأة حجيف النفطية أجلت كغيرها من المؤسسات والمنشآت الصناعية إلى القطاع الخاص تحت ما يعرف بنظام الخسخصة الذي انتهج بعد حرب 94 وجرفت بسببه الكثير من مقدرات الدولة وتسعى الآن السلطة المحلية لاستعادتها هي رسالة واضحة للجميع أن سلطة الدولة لا بد أن تقوم على القانون واستعادة المنشآت التي تم البسط عليها من قبل المتنفذين منذ 94 وحتى الآن وهذه طبعا الجميع يدرك أهميتها كرسالة لكل من حاول أن يعبث بممتلكات الدولة والأموال العامة أن الدولة ستبسط هيبتها على الجميع وعلى الجميع أن يرضخ للقانون ولبناء الدولة المدنية القادمة تأسست هذه المنشآت عام 1936 إبان الاستعمار البريطاني وتقدر مساحتها بثلاثة كيلومتر مربع ولها العديد من الوظائف الصناعية والتخزينية منشآت استراتيجية وهمة كانت تستخدم لتموين البواخر العبرة عبر البحر الأحمر من عدن الاستراتيجي وتعتبر مخزان استراتيجي تتكون من ثلاثة خزانات على الأرض وأربعة خزانات سخرية في القبل وكانت مهمتها هي تعبية البواخر تحتاج هذه الآليات والأقسام للصيانة والترميم الذي يقع على عاتق أهم المؤسسات الإرادية في البلد سنوات عديدة مرت منذ أن وضعت الدولة يدها على هذه المنشآة النفطية المهمة حجايف قطوة أولى نحو استعادة الدولة للكثير من المنشآة المنهوبة من قبل المتنفذين آدم الحسامي قناة بالقيس عدم